الدماء لن تذهب سدن والأرض لن تبقى محتلة إرادة معتصمية المهرة المحتجين على تدخلات السعودية وقتل النفس اليمنية والغاضبين على ما أسموها بانتهاك السيادة الوطنية لقد تجاوزت السعودية كما يقول أبناء المهرة حدودها وتسببت بمقتل أحد أبنائها ظلما لكن ذلك لن يثني المهريين وفق بيان اللجنة المنظمة للاعتصام من مواصلة نضالها السلمي حتى تحرير محافظتهم مما وصفوها بالاحتلال السعودي بيان اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي قال إن الممارسات السعودية وسلوكياتها لا تمت لأهداف التحالف العربي بأي صلة حيث أضحى التواجد السعودي بحسب البيان جالبا للمضاري قبل المنافع ومنتهك النسيادة الوطنية للجمهورية اليمنية يؤمن معتصمو المهرة بأن جريمة قتل أحد المتظاهرين دليل قاطع على الإرهاب المنظم الذي قامت به أدوات ميليشاوية صنعتها الرياض وترتدي لباس الدولة واتهمت لجنة الاعتصام محافظة المهرة راجح باكريت بالقتل العمد لأحد المواطنين السلميين لا أفق واضح لحل حاسم في المهرة فالسعودية تبدو غير آبهة بمطالب أبناء المهرة المعتصمين ضد تواجد قواتها كما أن المعتصمين مصرون على الوقوف صفا واحدا لحماية المهرة من أطماع السعودية لكنهم يرفضون في الوقت نفسه جر المهرة إلى مربع العنف وهو ما جعلهم يناشدون الشرعية لتدارك ما يمكن تداركه منعا لانزلاق محافظتهم نحو أتون الفوضى والعنف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر